بالتأكيد حضرتك عايز تعرف ما هو موقف محمد صلاح الأخير بالنسبة لعرض الاتحاد السعودي هل صلاح هينتقل مع الساعات الأخيرة قبل غلق باب الانتقالات في الدوري السعودي إلى فريق الاتحاد هقول لك اللي بيحصل أو اللي تقال أو التقارير بتقول ايه التأكيد اللي خرج من السعودية بتقول ان في وفد من عشر أفراد من النادي الاتحاد ومن صندوق الستثمار السعودي كلهم موجودين في مفاوضات جامدة جدا مع ليفربول في الساعات دي في الساعات الأخيرة قبل غلق الانتقالات في السعودية عشان يحسموا صفقة صلاح تقارير أوروبية بتقول ان العرض وصل لـ 220 مليون استرليني لصارح ليفربول ده طبعا غير العرض لمحمد صلاح وده رقم طبعا خرافي خرافي يعني الكلام في تأرير أخرى في انجلترا وفي أسبانيا وفي فرنسا بيقولوا ان الموضوع خلص اتقفل خلاص محمد صلاح مكمل مع ليفربول ليفربول أغلق الموضوع تماما وما فيش كلام عن رحيل محمد صلاح هتقول لي تتوقع ايه هقولك محمد صلاح يكمل مع ليفربول هتقول لي ممكن يحصل ايه هقولك الله هو أحلم يعني ايه انا اتوقع انه هيكمل يحصل ايه بقى في الاخر معرفش انا معرفش الاتحاد هيوصل بعرضه لحد هين لدرجة ان ليفربول يجي يقول بقى لما انا خلاص انا جماعة كده العرض بقى خرافة انا مش هقدر ما وفقش الله واعلم الله واعلم بالمناسبة فريق الاتحاد تعاقد مع لويس فليبي لعب فريق او مدافع فريق ريال بيتيس واحد من اللاعبين الاقواء جدا فيه خط الدفاع قبل مواجهة النادي الاهلي طبعا في كأس العالم للاندية المواجهة المنتظرة يعني عشان اتحاد لسه يبقى عنده مواجهة اوكلاند اللي شبه محسومة يعني بس بيبدأ الاستعداد سواء لكأس العالم للاندية او الدوري السعودي بكل تأكيد وبطول يتقسم صلاح ان شاء الله ياخد القرار الاصلح لي ده او ده الكلام اللي ينفع نقوله في الوقت الحالي خلاص احنا نتكلم في ساعات ويوجد لق باب الانتقالات في الدوري السعودي بالمناسبة غالبا غالبا احمد حجازي هيتم الاستغناء عنه في تحدي جد عشان هما جابوا محترف اقول لان لسه بقول لك عليه فليب بلويس والامور بالنسبة للاجانب هي مكتملة فلازم يستغنوا عن واحد غالبا هيستغنوا عن حجازي في نقطة كمان مهم مين بديل صلاح في اتحاد لو صلاح ما تمتش الصفقة كلام في السعودية عن سالم الدسري جناح المنتخب السعودي وجناح فريق الهلال السعودي غالبا هيكون بديل صلاح لو صلاح ما رحش فريق الاتحاد والله واعلم الله واعلم طيب